أمام حتمية بيع عتاد مؤسستهم لدفع مستحقات العمال ضمانا لمواصلة الأشغال وجد العديد من المقاولين بولاية شلف أنفسهم في ظل الضائقة المالية التي مستت بعض القطاعات فيما لجأت بعض المقاولات إلى غلق الوارشات وتسريح العمال إلى حين ضخ مستحقاتهم العالقة هناك مؤسسات التي بلعوا الإشانتي و هناك مؤسسات التي حالياً الإشانتي تحهم راماً فييز و هناك مؤسسات التي لا لا ما زالوا يخدمون لأنه عندهم قدرة تحهم تسمح لهم بشي يزيدوا ولكن لا يقدروا أن يزيدوا أكثر من هذا الشي الذين تمسوا هم الذين يخدمون مع الإزيكيب ومع الديركسون الجيولوجمو وين يخلصوا عن طريق ريزورسي نورمال رغم شوح الميزانية يواصل بعض المقاولين نشاطهم وسط إشادة السلطات بصبرهم وليت شلف معروفة بالعدد الكبير للمؤسسات المقاولاتية وفي انتظار ضخ مستحقاتهم العالقة لإحياء مؤسساتهم التي تقتات من ورائها آلاف العائلات وكلهم أمل في الوافد الجديد على رأس الهيئة التنفيذية ترجمة نانسي قنقر